مرحبا بالإمارات اليوم على صفحات التواصل الاجتماعي طبعا الدكتور علي حسن من المستشفى السعودي الألماني بالشارقة وهو اختصاصي جراحة عامة وجراحة مناظير اليوم سيكون موضوعنا عن الحالات الجراحية الطارئة فدكتور عندك ممكن سهلا معكم الدكتور علي حسن اختصاصي جراحة عامة ومناظير وجراحة الطوارئ حاليا على المدير الطبي في المستشفى الألماني السعودي في الشارقة طبعا المشفى تبعنا مشفى جديد بالشارقة رح يفتح خلال هاليومين ثلاثة رح يكون شغال طبعا المستشفى بيقدم بالنسبة للحالات الاميرجنسي عنا امرجنسي 24 ساعة في عنا كل العمليات الجراحية طبعا مشفى متكامل كامل الاختصاصات موجودة عنا طبعا اليوم رح نتكلم شي بتعلق بالطوارئ بشكل أساسي و رح نتكلم بشكل خاص للحالات اللي هي الحالات الجراحية اللي بتجيه على الطوارئ كيف بتم علاجها وشو الحالات اللي نشوفها وشو فينا نحن نعمل للمرضى كجراحة ضمن الطوارئ او الاميرجنسي طبعا تشرحنا بالشكلات ببطلنة بالنسبة للحالات الاميرجنسي اذا كنت جايني قريب و اذا كان عالفزو كامل يعني بجوز روح الاميرجنسي طبعا صدرع شوية من جايني بجوز روح الاميرجنسي فالي فمت منك انه لحنا الاميرجنسي هي الحالات الطريقة للجراحية غيرشي فما لا رح نتوسع فيها طبعا موضوعنا اليوم رح يكون عن الحالات اللي بتجيه على الاميرجنسي وبتحتاج تداخل جراحي او عمل جراحي مثل الالتهاب الزايدة والالتهاب المرارة والإنسقاب الأحشاء الحالات التي تكون هذه خطيرة فعلا وفعلا تحتاج لعمل جراحي خلال وجود المريض ضمن المشفى طبعا هذه الحالات من قليلة وهذه الحالات شائعة بالنسبة لأذا أخذنا المرضى التي نعملهم المشفى أو قبولها ضمن المشفى حوالي نصف أو أكثر من نصف المرضى بالأخير سيكون بحاجة لعمل جراحي طبعا ليش هذا الموضوع رح نحكي عنه ضمن هؤلاء المقابلين طبعا بس خليني أقضى أكثر يعني ممكن متابعين يبعثوا أسئلتهم إذا في عندهم أي أسئلة على الموضوع رحنا عن الحالات الجراحية طارئة يعني في حال راح المريض على المستشفى عنده حالة جراحية طارئة فلحنا نشرح له شو الإجرائيات و شو الممنوع و شو المسموح بهذا الموضوع القليل فممكن أن يبعثونا أسئلتهم ماذا كانت على الفيسبوك أو التويتر أو الإنستغرام طبعا هلأ فيكم تبعثوا كل أسئلتكم أو الأسئلة المتعلقة بالموضوع كل شيء يتعلق بالعمليات الجراحية ضمن الطوارئ يعني المرضى اللي بيجوا بمرض خطير بيحتاج لعمل جراحي مباشرة أي أسئلة حول هذا الموضوع طبعا فيكم تطرحوا أونلاين مباشرة مع الإمارات اليوم طبعا دكتور علي حجابكم بكذا طبعا إن شاء الله أما بالنسبة للمشفى المشفى السعودي الألماني بالشارقة فالطوارئ مجهزة أنه نحن استقبل حالات الجراحية التي تحتاج للداخل الجراحي طبعا خلال وجود المريض ضمن المشفى طبعا لماذا نتكلم كثيرا عن هذا الموضوع؟ الموضوع هذا الموضوع بمثل الحالات غالبا هي حالات خطيرة طبعا لماذا خطيرة؟ لأن المريض يكون ضمن حالة أول شيء هو جاء على الطوارئ يعني حالي مباشرة ثانيا هو يحتاج لعمل جراحي ممكن أن يكون المعدة ممتلئة بالطعام ممكن أن يكون الكولون ممتلئ الشيء الثالث طبيعات الكيس أو الحالة التي نحن ممتلئة أو طارئة أن المريض يمكن أن يكون لديه أمراض ثانية تأثر على عمل الجراحي والشيء الرابع هو أن حالات الممتلئة أو الطارئة يجب أن تنقل خلال فترة معينة مثلا ساعات أو حتى أحيانا أقل من ساعات ممكن أن تنتدل ساعات حسب المرض ونشرح هذا الموضوع بالتفاصيل لحقا ضمن الانتروبيو دكتور معني سؤال من الإمارات ما هي الحالات الجراحية الإسعافية التي يمكن أن تحصل يعطيناك حالات معينة طبعا الحالات التي أكثر شيوعا نحن نرى في الإمارات أو نرى ضمن الاميرجيس تحتاج لعمل جراحي نلاحظ أنها التهاب الزايد الدودية عند الكبار نرى أيضا الفتوقة واختناقة طبعا نرى أحيانا السداد الأمعاء والتي يحتاج لتداخل عملية يسموها عملية فتح بطن أو عملية نابروتومي طبعا نرى العمليات النسائية مثل يسموها انفتال أو انفجار كيسط وانفجار كيسط ويوجد حالات تتعلق بالقرحة الهضمية التي هي انثقاب القرحة الهضمية أو لاسف القرحة الهضمية طبعا نحن نمشي على كل الموضوع لأنه لا يوجد واحد مننا من أقرباء أو أحد من العينة ويجب أن يكون لديه بعض المعلومات حول هذه الأمرأة كثيرا أنا لاحظت خلال خبرتي بالطوارئ أو بالجراحة أنه في مرضى كثيرا لا يكونوا مهيئين ويكونوا مستعدين لعمل الجراحة فالمريض مباشرة يكون لديه نوع من الرد أنه لا يقولي أن أحتاج لعمل الجراحة طبعا هذه الحالات عندما تحتاج لعمل الجراحة يكون العمل الجراحي منقذ للحياة ويجب أن المريض يأخذ قرار خلال فترة أصيرة حياته نفسها ستتأثر لذلك من المهم أن كل إنسان يعرف ويأخذ بعض المعلومات عنها إنسان صارت معه يعرف أين يذهب وين يجب أن يذهب وين يجب أن يذهب وين يجب أن يعمل لعمل الجراحة أما بالنسبة للأعمار طبعا هذه الحالة ممكن تحدث مع أي عمر ممكن للإنسان الذي عمره يوم واحد والذي عمره مئة سنة يحدث معه مرض أو طارئ أن يذهب على الطوارئ ولكن حسب الأحصائيات وحسب الدراسات أكثر الحالات هي موجودة في عمره 40 إلى 50 سنة أو التحديد في عمره 45 سنة يعني دكتور لم تتفر بالطوارئ بين الأطفال أو الكبار الأطفال؟ طبعا لا يعني كمعاملة نفس المعاملة لا سمح الله في حالة تحتاج للشخص الذي جاء على الطوارئ طبعا بالنسبة للأطفال الأمراض تختلف عن الكبار يعني نرى أن لأنه مثلا عند الأطفال عندهم بعض الأمراض موجودة تجي بشكل طارئ أو بشكل إسعافي أكثر من الكبار عند الكبار مثلا يصبح أحد عمره 30 أو 40 أو 50 يكون لأن أردي هو عامل عمليات مسبقا نرى مثلا التصاقات الأمعاء والتي هي كثير من تشرار وتعمل انسداد بالأمعاء فانسداد الأمعاء أمرض خطير جدا طبعا نرى نسبة أقل عند الأطفال دكتور في عنا سؤال بلشت دكتور بالأسلين على التويتر بالنسبة ل عملية الركبة فات و يعني أنطولي طوارق عمل عملية تركبة بالرجل اليمين تمام فهل صحيح لازم يفوت على العمليات الضهري أو لا؟ حسب نوع الإصابة هل الإصابة هي كسر هل الإصابة؟ رباط الصليبي بالنسبة للرباط الصليبي غالبا ليس بحاجة لعمل جراحي طارئ طبعا ما يعني أنططارئ أو إمرجنسي المفروض يكون هل هو خلال ساعة هل هو خلال ساعتين أم خلال 24 ساعة هل هناك حالات معينة مثل انسقاب الأحشاء أو انسقاب القرحة مثلا هذه العملية يجب أن تنعمل خلال ساعة أو ساعتين لا يصبح تتأخر كثير كثير كل ما تأخرط يزيد الرزق هناك عمليات مثلا المريض معه انسداد أماء جزئي يمكن أن ننتظر على 24 ساعة هناك عمليات مثل تمزقات الأربطة ضمن الرقبة طبعا تنعمل خلال 24 ساعة طبعا أخصاء العظام يمكن أن نعود بدقة أكثر منه نحن الجراحة ندرس كل العمليات الجراحية ولكن بشكل عام أنه تنعمل خلال 24 ساعة كثير وارد وليس في أي خطر على الموضوع إلا إذا ترثت ببعض الحالات والدكتور الموجود بالطوارئ كجراح هو الوحيد الذي يحدد أنه يجب أن تنعمل خلال ساعة أو تنعمل خلال 24 ساعة طبعا حسب إذا كان لدينا نزف معه هل هو فيه ماء معه مجمع مثل الفلويد تجمع ضمن الرقبة دكتور نحن عزك أنه نمشي خطوة خطوة يعني أنا بحالة المتابعين يعرفون كيف من أول ما يوصلوا إلى المستشفى لا يتأخذ القرار لا يكشف بعدين يتأخذ القرار بعدين يتأخذ القرار بعدين يتأخذ العمليات يعني خطوة خطوة يعني طبعا الآن بشكل العام أي مريض يأتي على الإسعاد فردا بالمشفى السعود الألماني في الشرق أولا في طبيب الطوارئ موجود طبيب الطوارئ موجود 24 ساعة سواء كان هذا الطبيب طبعا الطبيب الطوارئ بالأصل هو طبيب عام يرى كل الأمراض ومتخصص الطبيب الطوارئ الغير جراح الغير جراح الغير جراح تماما طبيب الطوارئ غير الجراح طبعا لا يوجد إختصاص وجراحة طبعا يفحص المريض يعمل له مثلا تحاليل يمكن أن يعمل له تصوير ثم يحدد أن المريض يحتاج إلى استشارة طبيب جراحة طبيب الجراحة موجود 24 ساعة تصارف لدينا الطبيبين على طبيب عام قطعك هناك دكتورين طبعا أي مريض يرى دكتورين دكتور الجراح هو الذي يحدد ما نوع الإصابة يعمل شيء اسمه تشخيص المرض وبعدين يحدد ما يجب أن يعمل ويحكي مع الأهل أو يخبر الأهل أنه يجب أن يعمل كذا الثاني يمكن أن المريض يحتاج بعض التشخيص مثل مثلا التصوير الطبقي المحوري أو التصوير بالرنين المناطسي طبعا ما يأخذ أحيانا ساعة أو ساعتين هناك بعض الحالات النادرة وهي حالات تكون خطيرة فينا أول عنها وهي مثلا مثل الإصابات الوعائية أو الإصابات النازلة يعني الجلطات؟ هناك شيء أكثر من الجلطات وهي مثلا تمزق الشراين بالعربية كنا نسميها أندم أو أنيوريزم طبعا خارج النطاق حكينا لأنها عبارة عن حالات سوبر إمرجنسية ويجب أن تكون تعمل العملية خلال دقائق وهنا نتحدث عن الحوادث والإصابات لأن الحوادث يسمونها هنا في الطب ترومة إلى فرعة خاصة وحديث كامل مختلف عنها نحن نتحدث عن حالات الطوارئ التي تصيب المريض وليس متعرض لأحد السيارة أو سقوط أو مشاجرة أو إصابة بسكين طبعا هذه الحالات في الوقت دكتور الجراحة يرى المريض بالطوارئ يرى المريض بالطوارئ ثم يحدث هل هو معه زايدة هل هي زايدة ملتهبة أم لا هل هي المرارة ملتهبة و ستنفجر أم لا أو هل المريض معه التصاق أمعه و نصدق معه طبعا وبناء عليه سيناقش الموضوع مع الأهل و يحدد لهم هل العملية فضلتاً عمل خلال ساعة أو ساعتين أو 24 ساعة طبعا ضمن الإمكانيات الموجودة ضمن كل المشفى طبعا نحن 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 طبعا المشفى السعود الألمانية نتلقي كثير حالات تم تحويلها من مشافى تانية السبب أن في ملاك مثلا هناك مشافى كثير و مراكز صحية يكون الإمكانيات التي لديهم أقل مثلا نحن العمليات الكبيرة التي تحتاج عمل كثير الكادر الطبيب أو التجهيزات الاثنين سواء الاثنين سواء في بعض المشافى عندهم اختصاصات لا تكون موجودة بمشافى تانية بالإضافة للتجهيزات يعني مثلا أهم شيء هي غرفة العناية المشددة أو الإي سيو مجهزة الشيء الثاني ومهم عند الأطفال مثلا هل عندهم إي سيو خاصة بالأطفال حسنا وإذا العمل الجراحي يتم تغطية الموضوع طيب يعني القرار الذي يأخذ خلال الساعات المعددة يعني لا يأخذ القرار يوم كامل طبعا لا يجب أن يكون فيه قرار خلال الساعات طبعا بعد التشخيصات الأولية ثم الفحوصات طبعا بالنسبة الواقع مهم جدا بالعمل الجراحي بالحالات الجراحية بالطوارئ مثلا في حالات جراحية تنعمل مباشرة حتى في بعض الحالات نحن ندخلها خلال أقل من ساعة على العمليات في عمليات مسامة الالتهاب الزائدة نحن نأخذ وقت أنه نعمل تشخيص نتأكد أنه التشخيص صحيح في بعض الحالات نحاول نحن نوقف حالة المريض أنه يكون طوارئ أو مثلا أنه يكون مريض الفتق مختنق يقول لهم طبعا فهذا الفتق لا يريد أن يترجى إلى الوضع الطبيعي نحن نحاول أرجع إلى الفتق ولكن لن يرجع لساعة من قرر العمل الجراحي لذلك هناك فترة مختلف حسب المرض هناك متابعين عن حمد و أكثر من متابعين سألوننا عن موضوعنا اليوم نحن موضوعنا اليوم عن الحالات الجراحية الطارئة يعني بالعاملية وقت الشخص المريض يذهب إلى المستشفى يذهب إلى مواب الطوارئ متى أنه يحتاج إلى العملية؟ متى يذهب إلى العملية أو لا؟ أو لا؟ هذا الموضوع اليوم لدينا مروة من الفيسبوك تسأل بالنسبة للنزيف الداخلي بسبب انفجار كيس المبيض طبعا ماذا تنصحها؟ ماذا رأيت الموضوع؟ الكيس المبيض عندما ينفجر أو يصبح إستقاب فيه أغلبية الأحيان يكون عبارة عن نزف خفيف يترافق مع وجهة بطن طبعا أهم شيء أنه عندما يأتي أو المريض يأتي على الطوارئ ينعمل له ألتراساون ويتشخصه نشوف كمية النزف ويتأكد أنه فعلا هو فقط من كيسة المبيض في بعض الحالات القليلة جدا جدا نحتاج إلى نعمل عملية مباشرة إذا كان نزف شديد ويأثر على كمية الدم للإنسان بمعنى أنه هل الضغط ينزل؟ هل الهيموغلوبين أو الخضاء الدم ينزل؟ إذا كمية الدم كافية لتغيير بالضغط إذا المريض يحتاج إلى تدخل جراحي لكن أغلبية الأحيان لا نحتاج إلى نعمل عملية مباشرة الشيء الثاني المهم بالكيس المبيض هو حجم كيس المبيض هل كيس المبيض يعمل مشاكل مع المريضة أم لا؟ الشيء الثاني شكله له الكيس هل هو مثلا هل ممكن أن نشك بوجود أي مشاكل ثانية؟ هل الجدار تبعه عسمي؟ هل محيطه أنه شكله دائر ومريح؟ طبعا هذا كله يبين بالألتراسان أو بالإيكو لكن في النهاية يأتي المريض ونعمله ألتراسان بالإميرجنسية وإذا كان الكيس المبيض مبجور ونازف قليلا أغلبية الأحيان منحط المريض أو المريضة منحطها تحت المراقبة نعمل قبول داخل المشفى لمدة 24 ساعة وبرعبه وليس بداعي أن نعملها عملية حكرا قد نشاهد إبناء الانستقرام بالنسبة لأوجاع العمود الفقري هل ممكن أن يمتع الى الطوارئ؟ بالنسبة لأوجاع العمود الفقري طبعا قليل جدا ويوجد إحتمالة أكثر بحاجة عملية؟ أسعارة طوارئ للعمود الفقري طبعا أغلب أسباب ألام العمود الفقري اللي يأتي في الطوارئ يمكن أن تكون تشنج العضلات قبول العمود الفقري أو إطلاع هناك مراحل أو درجات، وعندما يكون ديسك شديد وعامل ضغط على الأعصاب أحيانا يأتينا على الطوارئ المريض ويكون لديه الألم شديد جداً لدرجة أنه تقييمه من 10 درجات، يمكن أن يكون 10 درجات هل ندخل المريض على الطوارئ وعلى العمليات مباشرة؟ طبعاً لا يفضل ذلك السبب أول شيء يفضل أن نجهز المريض من ناحية الأمراض الثاني أن نجهزه هل هو معدته فاضي، يتحمل تخدير أو لا، القلب مضبوط أو لا يفضل أن نعرض المريض لعملية أو الخطر أن نفعله عملية طوارئ ونحن نتجنب الموضوع نحن نحن نتجنب النعمة العملية بصفة طوارئ أو بصفة إسعاف لأنه يكون لديها مشاكل أكثر من العملية العادية هذا بالنسبة لأعلام العمود الفقري طبعاً، ما هو الخطير بالقرار أنك تقول أنه يجب أن يكون لديها عملية؟ ما هو الخطير و ما هو العادل؟ لأنه يوجد عملية عادية و يوجد عملية خطيرة طبعاً عندما يأتينا المرضى كثيراً، نرى أن المرضى يريدون أن يعملوا عملية أريد أن يعرفوا فرضاً أنه بحاجة لعمل الجراحية أحياناً المريض يلحون أن نعمل العملية مباشرة هلأ، لماذا لا نعمل كثيراً عمليات طوارئ إذا فينا؟ السبب، أولاً، المريض يجب أن يأتي معدته يمكن أن يكون آكل طبعاً، هذا يعرضه لخطر الاستنشاق أو أنه دخول الطعام من المعدي إلى الرئة وقت نعمله عملية التخدير، هذا هو واحد الشيء الثاني، مثل مثل عمل الكولون والأمعاء يكون هناك أكل أو فاضلة وقت نعمل عملية، مثل عمليات الكولون أو الأمعاء أو حتى المعدي طبعاً، هذا يعرض الخياطة أو محل الخياطة لا خطر أن تنفتح، لا خطر الإلتهاب، لا خطر إلتهاب البطن لذلك يزيد خطر العملية بشكل كامل الشيء الثالث والتي هو مهم أن المرضى ليس فقط يكون لديهم عمل جراحي، يكون أحياناً أمراض موجودة قبل مثل مرضى القلب، مثل مرضى الرئة، مرضى الضغط أحياناً لا يكونوا يتعالجوا أو لم يكتشف لديهم هذا المرض أو السكر، مثلاً عندما يأتي على الطوارئ لسبب ثاني، نكشف أنه لديه مشكلة بالقلب أو مشكلة بالضغط طبعاً، يجب أن نحاول أن نضبط الضغط أو نضبط أمراض القلب بالأدوية والأدوية لا تأخذ مفعولة خلال يوم أو يومين يجب أن نأخذ فترة معينة حتى الضغط يستقر فلذلك عندما نعمل العمل الجراحي للمريض ضغطه مثلاً 250 أو 300 أو حتى 180 لا نعمل له عملية ولا بسيطة طبعاً، بسبب الضغط سيرتفع عنده الخطر لذلك دائماً نعمل موازنة بين خطر العمل الجراحي نفسه وخطر التخدير عموماً الحالات الطائقة التي تحتاجها عملية هل تخدير موضوعي؟ هل تخدير موضوعي؟ طبعاً نحن نحاول نعمل بشكل عام بشكل عام نحن نعمل العمليات قد مي خدر ما نستطيع أنه تحت التخدير الموضوعي لكن طبعاً كثير مننا تكون تحت التخدير العام خاصة عمليات البطن لأن عمليات مثلاً مثل عمليات الزايدة أو عمليات الكولون التي تكون بشكل موضوعي غالماً الوقت مهم والشيء الثاني ما فيها نعملها نحن إلا بتخدير عام بعض العمليات الأليلة جداً وهي أكثر شيء ما نرى بالأمرجنسي عمليات الخراجات والالتهابات الجد والخراجات ممكن تنعمل تخدير موضوعي طب دكتور الكثور يعني الكثور للهيد أو للرجل أو أي كسر من المفاصل هل تعتمر من العمليات الطارئة؟ طبعاً الكثور كلها تعتبر من العمليات الطارئة يجب أن نعمل خلال أقل يعني في بعض العمليات تنعمل خلال ساعات طبعاً كل مكان الوقت أسرع كل مكان أحسن أو فيها عمليات ممكن تنعمل خلال ست ساعات ولكن كلها تعتبر عمليات طبعاً ننتبهي المشاهدين أنه حالات الكثور التي تحتاج عمل جراحي لأنه بأغلبية الكثور لا تحتاج جراح، تحتاج تثبيت أو في بعض الحالات تحتاج عمل جراحي الوقت تحتاج عمل جراحي طبعاً يفضل تنعمل بأسرع وقت ممكن طبعاً طبعاً دكتور ممكن تتحدث عن الفئة العملية التي تحتاج مع معدلة أكبر أنه تحتاج لعملية طبعاً هي أكثر أعمار ممكن أن أكثر مرضى يدخلوا على الطوارئ بحالات مرضية تنتهي بعمل جراحي هي الأعمار المتوسطة يعني هي الأعمار بين الأربعين والخمسين سنة والدراسات أو الحصائيات تقللك بالضغط في العمر الخمسة وعبين سنة طبعاً لماذا في العمر هذا يرى أكثر الحالات الجراحية لأنهم تبدأ الأمراض تظهر يعني ممكن أن المريض يكون معه فرضاً قرحة هضمية أو قرحة بالمعنى لا تبدأ تعمل مشاكل متوصل لمرحلة الجراحة إلا بعد عشر سنوات أو خمسة عشر سنة لذلك غالباً بهذا العمر الشيء الثاني مثلاً حالات الوقت الواحد يقضي عربعين سنة من حياته في كتير مرضى سيكون عندهم عملين عمليات أبن مثل عملية زايدة مثلاً فرح يجينا بمرضى بإلتصاقات أمعاء يجينا بإنسداد أمعاء والتي هي أخطر كثير من عملية الزايدة التي سيكون عاملة من عشر أو عشر سنة الماضية طب دكتور الحوادث نفس البروسيس أو نفس الحوادث مختلفة تماماً الآن بالنسبة للحوادث طبعاً المشافي الحكومية متخصصة بالحوادث المشافي الخاصة لا يستقبلوا كثير من حوادث المهم بالنسبة لحوادث السير هناك نوعين من الطوارئ نوع الطارئ هو الذي يحتاج عمل جراحي مباشرة حتى أحيانا ممكن نعمل عملية خلال دقائق طبعاً هذه الحالات التي يكون فيها تمزق بأحد الأحشاء خاصة للطحال بشكل أساسي أكثر شيء نرى الكبد تمزق الأمعاء نتيجة التصادم طبعاً أي مشكلة فيها نزف أو إنسقاب جزء من أعضاء جسمنا داخل البطن طبعاً هي عملية تحتاج عمل جراحي ممكن يكون أحياناً خلال دقائق من دخول المريض حتى أحياناً كثير من ندخل بدون أي فحوصات بسبب مثلاً تمزق أبهر هذا أحياناً نعمل عملية نعملها خلال أقل من دقيقة ونكون فعتحين البطن وواصلين للأبهر ونعمل جراحي طبعاً دكتور كان مرض شائع بالطوارئ هو استقصال الأمعاء يعني هل هو الضغير هل هو ممكن نتحدث عنها قليلاً طبعاً الآخر دراسات حول موضوع العمليات الجراحية الطارئة يعني هناك دراسة عملها في نصف مليون عمليات عملنا دراسة لنصف مليون عمليات طوارئ وشفتنا التصنيف هذه العمليات ليس من ناحية أنه أكثر شيء موجودة لا من ناحية ما هي خطورتها لأكثر شيء خطر للأقل خطورة طبعاً أكثر عملية خطرة وفعلاً متواجهنا وتواجهنا المريض ولازم تكون لك أي مريض يعني تناخذ بشكل يعني جدي هي عمليات الكولون طبعاً عمليات الكولون كثير هي موجودة صارت وخاصة عندما يأتي المريض بحاجة العملية على الكولون للطوارئ طبعاً كثير من يشوف المرضى ويكونوا متوسط وما بعد متوسط العمر ويكونوا غالباً منتجين وعندهم عمل وعندهم شركاتهم فجأة بيصير معه أسداد أمعاء أو بيصير عندهم إثقاب أمعاء وخاصة هلأ شفنا نحن انتشار كثير سرطان كولون وسرطان كولون كثير بيأتي بحالة النرجسي لا يأتي المريض مكتشف عن طريق تحليل أو يأتي على الطوارئ بحالة أسداد أمعاء بيكون المريض لا أعرف أن السن معه لا أعرفاً للمرة الأولى للمرة الأولى طبعاً لماذا الخطأ؟ يعني لدينا الموضوع هناك الكثير من يقول طيب الزائدة من تشراء أو موجودة أكثر من التعب من كولون ولكن من ناحية الخطورة ومن ناحية تأثيرها على حياة الإنسان طبعاً الكولون وعمليات الجراحية على الكولون بالإسعاف طبعاً هذه المهمة جداً طبعاً لماذا هي خطيرة؟ لأن أولاً المريض يأتي بالكولون يكون لديه ممتلئ بالفضلات ممتلئ بالطعام وأي خياطة على الكولون بهذا الموضوع سيكون يأثر على المريض مع بعض العملية فبتنفك الخياطة لذلك كثيراً تسمعوا أن واحد عملوا له عملية وشعلوا له جزء من الكولون وعملوا له فتحة على جدار البطن طبعاً مسميها الكولستومي أو فتحة على جدار البطن من الكولون طبعاً يصبح الفضلات تطلع لضمن وضمن كيس خاصة للموضوع طب دكتور أنا بس بدنا نعطي رسالة للمتابعين أنه نحن نتحدث عن موضوع مطمئن هو مو موضوع شي لا يخاف منه فكيف تطمنه للمتابعين هذا الشيء طبيعي عادي ممكن يصير بأي وقته بأي حالي ما شي هو خطير طبعاً هي أهم شيء أنه نحن كيف نتصرف مثلاً بالنسبة لألام البطن والتهاب خصوصاً إذا كان المستشفى مهيلة يعني حتى رائح المستشفى مهلة بهذا الشيء هي أهم شيء نحن نرى بخلال خبرتنا بالمشافي أنه المريض يحدث معه واجع مثلاً أو ألم بالبطن والألم حاد أو أنه مهم طبعاً يجب أن يراجع المشفى أو الطبيب بغض نظر أي دكتور بالبداية أي دكتور طبيب الطوارئ يشعر أن المريض أو خلاله الفحص يشعر أن المريض بحاجة لعمل جراحية سيتم تحويله للجراح طبعاً مثلاً التهاب الزائدي أو انسداد الأمعاء أو التهاب المرارة كل هذه الأمراض ممكن تحدث مع أي واحد مننا وبأي لحظة طبعاً يجب أن نكون لدينا فكرة بسيطة بحاجة لأننا لا نتفاجأ بهذه الأمور ونكون مستعدين وخاصة بالنسبة لأطفال الأطفال والأعمار 14-15 سنة لحوالي 20 سنة يحدث معهم الالتهاب الزائدة ووقت تحدث الأهل يجب أن نتقبل الموضوع وفي النهاية العمل الجراحي في حالات الطوارئ هو عمل جراحي لإنقاذ الحياة لأنه حياة المريض ممكن تنحط على الخطر لذلك يفضل أنه يعمل عمل جراحي هذا القرار هو بالعكس لمصلحة المريض لأننا نرى الطبيبين بالأخير نرى الطبيب المناومي الطبيب الطوارئ والأحرى والطبيب الجراحي فهو قرار طبيبين لا أتوقع أنه يكون طبعا أن المريض يحتاج لعمل جراحي بشكل طارئ المريض سيتم فحصه من قبل طبيب قلب ومن قبل طبيب داخلية ومن قبل طبيب تخدير نفسه طبعا هذا قبل العمل الجراحي إذا كانت الحالة ممكن تتحمل هذا الوقت فبالنهاية طبعا بيكون فيه ثريق من الأطباء هو اللي بيحدد أنه المريض ممكن نحن ندخله على العملية وقم ممكن نساعد المريض ليعمل عملية بسلام ويطلع من المشفى بدون مشاكل طب دكتور كمان في عنا أحدى منتعبعين على الإنستجران يقول بيصير عندي ألام بالبطن كثير ف يتوجه للطوارئ أو يتوجه لين يعني لين شبط صحب طالما عم يقول يصير عندي كثير يعني يصير متكرر طالما متكرر ومانو بالنسبة للوجع بشكل عام نحن نقيمه من واحد إلى عشرة فالمرض الخفيف هو من واحد إلى اثنين أو ثلاثة طبعا فيه إراجة أي دكتور موجود حتى في إراجة للطوارئ طبعا الطوارئ موجود أي مكان تدخل على الطوارئ مثل المرحلة يسمونها تقييم المرض نفسه وهنا ناس متخصصين أنه يقيموا كل مريض يرون أن هذا المريض فعلا بحاجة للطوارئ أو أنه يذهب إلى الدكتور الأخصائي مباشرة والحمد للله نحن بالمشفى السعود الألماني أو حتى بالإمارات بشكل عام المشافي من قدم الختمات دوما يعني الطوارئ نفسه يجب أن تدخل على الطوارئ وإذا كنت لم تكن بحاجة للطوارئ سيحاولك على العيادات وترى المريض غالبا بنفس اليوم أو ممكن تاني يوم وإذا كنت فعلا بحاجة للطوارئ يجب أن تدخل على طبيب الطوارئ لذلك الأمور سهلة كثيرا يعني الإنسان بدلا أن يتعذب وينتظر وموعد يجب أن تذهب مباشرة على الطوارئ يرى دكتور الطوارئ وتخلص مشكلتك في الساعة أو الساعة هناك أحد وضعبين على التويتر يقول أنه لدي بلد ديسك وفي عدو أسواع عن ديسك نعتذر منه لكن اليوم حلقتنا عن طبعا نسأل الدكتور الجراحة العصبية إن شاء الله في الحلقات القادمة نستضيف طبيب جراحة العصبية طبيب جراحة العصبية وممكن أن يسأله بكثيرا في عنا دكتور رشيد قدسي في عناه كمسلطنت استشاري جراحة العصب طبعا الديسك تحديدا هو الحالات التابعة للجراحة العصبية طبعا نكتور تركينا عن المرارة ويأتي مريض على الطوارئ مع المرارة طبعا المرارة قصتها كثير مهمة السبب أن المرارة موجودة كثير وكل المرضى أو نسمع كثير فلانة شالت المرارة طبعا يجب النساء أكثر من الرجال فقط يجب الرجال والنساء طبعا لماذا نضع المرارة بهذا المكان هذا أنه هل نحكي عنها كعملية تحتاج تنعمل عملية بشكل طارئ واليوم لسبب أن المرارة تحتاج عمل الجراحي بشكل طارئ فهي تكون خطيرة بينما تكون مانا ملتهبة ولا عملي انسداد تكون عملية تساهلة الآن الطب نفسه حتى يتغير أو الجراحيين تتغير حسب أنواع الدراسات اللي بنعملها وحسب النتاج اللي حصل عليه فآخر كم سنة أنه صارت المرارة وقت تجي المريض ملتهبي مرارته والالتهاب خلال أقل من 24 ساعة ممكن نعمله عملية جراحية مباشرة وبأمان بينما عندما يأتينا مريض مرارته ملتهبة أكثر من 24 ساعة والالتهاب شديد طبعا العملية ستكون خطيرة لأنه سيكون حول المرارة كلها ملتهبة سيكون تعرض المريض للنزف أكثر سيكون تعرض المريض للانسقاب أكثر ولذلك ساعة من أجلة وممكن أن ننتظر حتى شهر لأن نعمله العملية طبعا هذه هي نسبة للمرارة طبعا أيضا هناك موضوع ممكن كثير مهم بهذا الموضوع الذي هو القولون القولون ما حكينا عن القولون طبعا أكثر أكثر أسباب أكثر الأسباب التي تسبب عمليات جراحية للكولون طبعا الأورا بشكل أساسي الإنسداد للكولون والأتساق الأمعاء الذي يسبب أيضا أن سداد للكولون طبعا المنطقة العربية أو الشر الأوسط في عنا نحن إدشار سرطان القولون وموجود بشكل مهم ويأتينا مرضى كثيرا على الطوارئ بانسداد بسبب سرطان القولون ويكون أول مرة يكتشف طبعا ما حكينا من حوالي 10 دقائق حول الموضوع لماذا عملية القولون بالطوارئ تكون أسوأ من عملية القولون بدون طوارئ بسبب أن القولون يكون ممتلئ بالطعام وبالفضلات ويأثر هذا على الجراحة وعلى الخياطة مع بعض العمل الجراحي يزيد نسبة الالتهابات ويأتهي الجرح أكثر ممكن أن نضطر فتحه على جدار البطن لذلك القولون يعتبر من الأمراض المهمة ويجب أن نأخذها معين لأعتبار ضمن بالطبع هناك متابعة عوض على الفيس بوك يسأل أنا عندي ألم فضيح في الجنب الأيمن فوق القطنية وليس قادر أقعد يعني ما تنصحه لو تنتجيه للطوارئ أو تنتجيه للطبيب طبعا هو الألم شديد وفوق القطنية فوق القطنية فوق القطنية صحيح لذلك إذا فوق القطنية وبالظهر طبعا ممكن يكون ديسك أو تشنج أو حتى بعض العصاب مضغوطة طبعا يجب أن نراجح مكان يكون في طوارئ أو في طبيب عصبية يشخص المرض طبعا دكتور يعني بجرده سريع مثلا يقولوا عن الموضوع الحلقة اليوم ممكن بسهك يعني يعني عادة الشرك لكل المواقف يوقف عنده هلا أولا أول رسالة ممكن نأخذها أنه المريض عنده شكوى أو مرض أو ألم شديد لا يضيع وقته بالأطباء هنا يذهب إلى المشفى مجهز لأن المريض سيذهب إلى الدكتور ثاني لا يمكن أن أعرف الدكتور بأيادة لا يفضل أن تذهب إلى المشفى مجهز يأخذوكم من البداية الثاني الذي يحدث معنا شغلي خطيرة بالبطن وجع شديد بالبطن لم يكن لدي أنه موجود قبل أو أنتفخ بطني بشكل واضح لم يكن لديه قبل بساعة لم يكن لدي هذا إذن المريض لديه مشكلة حاليا هي مشكلة طارئة أو نحن نسميها أسعافية دوما يعني المرضى يجب أن يضعه ببالهم أي شكوى تأخذ ساعات وتكون شديدة طبعا هي بكون خطيرة أنا لدي أي مرض ولا عندي أي شيء وفجأة بدأ الوجع عندي وجع شديد كثير وخلال أقل من ساعة طبعا أكيد لديه مشكلة يجب أن يراجع فيها المشفى طبعا أفضل جواب ويكون المريض مطمن هو يذهب على الإسعاف الإسعاف ثم الإسعاف يعني الطوارئ الدكتور هناك أو النورس الموجود ستشاهده أول مرة وبعدين الدكتور هن الوحيدين سيكون عندهم قدرة أن يساعدوه بسرعة وبشكل سنقول فعال أنه يعرف سيحتاج عمل جراحي ما يحتاج عمل جراحي ما يحتاج عمل جراحي ممكن يأخذه ويرجع البيت ممكن ما يحتاج أشيء يرجع البيت بس بالنهاية يكون مطمن وما يعرض حاله لأخطار ماتدة عائلة طب دكتور أنا بس عندي سؤال ما فرق بين المريض يروح على الطوارئ أو يروح لعند الدكتور طبعا طبعا الفرق بس هذا السؤال طبعا الحالات إيمة المريض يروح على العيادات وإيمة المريض يروح على الطوارئ الآن العيادات بشكل عام أغلوية المشاثي طبعا حتى بكل الإمارات وبين فيها نحن المشهد الماني السعودي بالشرقا العيادات هي المرضى المانون طوارئ المانون إمرجنسي هو المريض اللي عنده مشكلة موجودة من يومين ثلاثة أربعة خمسة من سنة سنتين شغلة ومانا مزعجة يعني مريض عنده كتلة بالجلد أو عنده وحمة أو عنده سؤلول أو عنده مثلا فتق قديم كثير وما عنده مشاكل ممكن يروح على طبيب الجراحة في العيادة أي مشكلة مرضية أو أي مشكلة فيه شك عند المريض طبعا يأتي على الطوارئ وما يهمونه يعني خليني أسألك سؤال إذا المريض يأتي على بطنه وجع شديد ولكن محمول إيه الآن المريض بشكل عام يروح الدكتور يراجع الدكتور العيادات العادية ولا للطوارئ لا إذا الوجع محمول ولو سنة طبعا يروح على عيادة لأنه مع وقت بينما إذا الوجع محمول إلي عندي وجع محمول سنة وفجأة صار الوجع شديد إذا دليل أنه تغيرت طبيعة المرض ممكن كان المريض عنده مثلا تضيئ بالأمعاء وفجأة انصار عنده انسداد لذلك يفضلونه على الطوارئ بكل الأحوال الأفضل رسالة ممكن الإنسان يأخذها في المريض يتوجه دوما على الطوارئ وفيه عن الناس متخصصين هم يحددون هذا المريض هذا بحاجة لطوارئ أم لا لكن الحالات الأديمة والمريض عنده مثلا فترة طويلة المريض شاهده دكتور ثاني وقال له لازم تراجع دكتور الجراحة ممكن يعمل موعد مع العيادات ويراجع العيادات يعني دخللتنا الشهر في وقتنا على الانتهار فإذا كان لديك نصائح لمتابعين أخيرا ممكن تنصحهم فيها طبعا أهم نصيحة نحن ننقلها للناس وهي طبعا حالة المريض الصحية كلما عملنا جراحي أسرع كلما كان أحسن طبعا في بعض الحالات تأخذ معنا ساعات وفينا المريض يتحمل لا تسرع على أي شيء من نتيجة لكن بالنهاية يعتبر المريض أنه دوما الطوارئ ليس فقط طوارئ أو حالات الحالات العادية في دوما جراحي طبعا ليس فقط زكام ورشح وحرارة لا، هناك جراحي موجودين وهو جراحي مستعدين 24 ساعة من كل الإخصاصات ليس فقط من جراحة البطن أو جراحة الصدر في جراحة العصاب وجراحة العظام يعملوا عمليات جراحية ويكون المريض بأمان على مدى 24 ساعة والحمد لله الخدمات المنخدمة موجودة على مدى الساعة يعني على مدى 24 ساعة فالمريض عنده قدرة بأي وقت يأتي ويشعر هو بأمان وما يهم المريض أنه هلأ وأنا بحاجة لطبيب بكرة بروحنا عن دكتور أو براجعة على الدكتور بالأيادة وقت اللي بحس أنه الحالة فعلا عامل لأ له قلق أو أنه مانه مرتاح أو أنه لألم شديد طبعا لا يروح على الطوارئ ويخلص من القصة طبعا طبعا كامل مانا الدكتور علي الحسن خصاري جراح عملي وجراحة مناظير من المستشفى الساودي الألماني حاليا بالشارع صح؟ بالشارع إن شاء الله خلال أيام رح نبدأ باستقبال المرضى كما رح نعلن على الموضوع والمشفى صار جاهز من كل من ناحية الطاقم الطبي والأخصائيين والاستشاريين ومن ناحية طبعا التجهيزات جبنا هنا أحدث التجهيزات الموجودة بالعالم تقريبا والحمد لله إن شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أنا أمتكد أن الدكتور الكفار إن شاء الله إن شاء الله نتشكرك وأكيد متابعينا نتشكروك واستفادوا نتشكرك باسم الدمارات اليوم نتشكرك أنا باسمي شخصيا مهران كياري على وقتك وعلى جميع التجهيزات شرفتونا شكرا جزيلا لأيكم